لو بنتكلم طبعا على المنتقب الإيطالي أكيد كل الناس بتتكلم على روبرتو منشيني المدير الفني لمنتقب الإيطالي تعالوا مع حضراتكم نشوف آل إيه في المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكبير على بلجيكا 2-1 بالنسبة لإصابة ليوناردو سبينازولا أولا وقبل كل شيء أريد أن أقول هو أننا محبطون للغاية لقد تم تدمير ليوناردو سبينازولا بسبب الإصابة التي لم يستحقها ولأنه كان يلعب بشكل غير عادي فقد كان واحدا من أفضل اللعبين في يورو 2020 ونحن محبطون تماما ونود أن نرسل له أطيب تمنياتنا لكنني سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها فريقي لأننا قدمنا أداء رائعا حقا وأشكر اللعبين على أدائهم الجيد لكنني كنت متأكدة من أنهم سيفعلون ذلك بالضبط وبالنسبة لمواجهة إسبانيا في المربع التهبي أولا وقبل كل شيء سوف نذهب إلى ويمبلي بأمان ونحن نعلم أننا فريق لا يزال بإمكاننا تقديم الكثير في هذه البطولة ونحن نعلم أننا سنواجه منافسا من الدرجة الأولى مرة أخرى لأن إسبانيا مثل بلجيكا قوية جدا ويمتلك خصوما مخادعين ويمتلك خصوم مخادعين لكن من المهم جدا أن نستريح قبل مباراة نصف نهائي والاستعداد لها منشيني واقعة جدا جدا وحاسس من كلامه أنه يستعد وكيد يستعد بشكل جدي جدا للوصول للمباراة النهائية عن طريق مباراة صعبة جدا أمام المنتخب الأسباني قبل ما نطلع لتصريحات منشيني كنا نتكلم على العيب مميز جدا أنت بتقول أنه حيكون واحد من المرشحين لجائزة أحسن لعب في البطولة نتكلم على إنسيني لعب المنتخب الإيطالي لورنزو إنسيني بيقدم مستوى مخالف جدا حاجة غير نابلي كمان وحاليا أنا عايز أقول لك كابتن هاني ومن خلال معلوماتي الراجل ده بعد البطولة رايح برشلونا برشلونا خلاص بنسبة كبيرة جدا برشلونا قطع شوت كبير من المفاوضات مع لورنزو إنسيني لعب مميز جدا لعب نص ملعب بمواصفات يعني من أهم روبرت باجو يا كابتن ممكن تفتكرها مش فرود لعب بيشوت من برح كواس جدا تزديدات رائعة ليه رؤية للملعب التصويبات بتاعته قوية جدا فيها فكر زي الهدف اللي هناك جابه في بلجيكا هدف مفاجئ الدفاع كله بيبصه هو جاي بيجري يعني برضو مهارة التزديد من الحركة دي بتاعته غريب جدا يا عياب إن كمان ما كانش فيه رد فعلا للمنتخب البلجيكي رغم إنه هو قبل الهدف ده نفس الكورة ونفس الطريقة سدد تزديدتين كان يمكن خارج المرمى لكن يعني من خلال أرقامه وأنا هقول لك أرقام برضو إنسيني من خلال يمكن المباريات إنسيني لعب أربع مباريات طبعا أحرز هدفين صناعة الفرص ست صناعة ستة يعني ستة صناعة للفرص وده رقم كبير بالنسبة لصعوبة المباريات يعني أنت بتتكلم على منتخبات كبيرة أنك تصنع ست أهداف أو ست فرص للتهديف ده رقم كبير ولعيب جناح كمان ولعيب جناح ميال دايما أنه يهاجم أنه هو اللي يجيب الجون صحيح ولكن إنسيني ما عندوش الحتة دي هو متعود دايما بيلعب ده اللي عمله في روبروتو منشيني يا كابتن يعني دي بصم طبعا إدلق شوف إنسيني في نابولي شوف إنسيني في منتخب إيطاليا شكل مغير تماما إنسيني اللعب الوحيد اللي في إيطاليا زي ما حراك بتقول كده حراك مدرب بقى فهم اللعيب اللي المدرب بينزل يقوله إلعب هم يديله حرية هو ده اللي شايفينه مع إنسيني في البطولة من أول مباراة إلعب بتلاقي إنسيني مرة داخل راس حربة مرة بيلعب في ناحية الشمال مرة بيروح نحن مين مرة في نص الملعب وبتحركوا بيمرر الملعب كله في تعاون مع فيدريكو كيزا نيكولا باريلا لو معاه تشرق مبلي برضو والمهاجم اللي مستصريحة واللي بيرجع كتير روارة معاهم عاملين توليفة قوية جدا هتتعب أي فرقة في البطولة اشتركوا في القناة